على صعيد آخر أعلنت البطرياركية الكلدانية أن غطة البطريارك روفائيل ساكو شارك في جلسة نقاشية عن نبذ التطرف وجاء على الموقع الرسمي للبطرياركية أن البطريارك ساكو برفقة معاونه المطران باسيليوس شارك في الجلسة النقاشية التي أقامها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في بغداد لمناقشة موضوع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وأشارت إلى أن الجلسة النقاشية كانت نموذجية بحضور وفد من مركز الاعتدال السعودي وممثلين عن الأمن القومي العراقي وشخصيات دينية وسياسية وأكاديمية مختصة بهذا المجال